دي الله بالله هسا دول اشتحت شو اياهم يعني والله ما اعرف ما اعرف يعني هسا دا اقرأ الخبر مرتة الثانية ما ادري ما اقولها يعني شون يفكرون دولا ما ادري والله العظيم يعني فهد شي غريب شلونكم شكوا ما اكون ان شاء الله الكل بخير وبصحة تمام ما اعرف الشون ابدي الكلام بهذا الفيديو ما عندي نص مثل يعني كل مرة اسوي نص قرأت الخبر وجيت قدت خلى اسوي فيديو يعني وسولف بي اخذ راحتي ارتجالي السالفة يعني مماننص خلى اخذ راحتي وسولف فالفيديو هذا اول شي اريد اقول شركة ابل اذا كان احد يهتم بسوق الشرق الاوسط ويتابع ويسمع الصناع المحتوى يا شركة ابل انت تدرين شنو اللي دي يصير بعالم التكنولوجيا انت تدرين شنو حجم الوعي اللي دي يصير عند المحبين والمستخدمين في انه اجهزتكم هي مرتبة وحلوة ومكانتها محفوظة بس اكوفت شي اسمها منافسة والمنافسة لا تقترب من عدكم انتو تدرون اكو ناسه هواية تركت الايفون وراحت اشترات الاس 23 الترا من سامسونج يعني هذا على سبيل المثال مو انا اريد اذكر فقط سامسونج وخلص شركة اونر عندهم حاليا جهاز علي كاميرات الصور تصوير فوتوغرافي افضل من الايفون من خلال تجارب الصور اللي شفناها البيكسل من جوجل شركة جوجل حدثونها مثل ما نقول بالعامية على انه تبدي تاخذ حصة كبيرة من السوق الامريكي اللي هو واحد من الاسواق المفضلة لعدكم يا ابل فهذه الاجهزة الشعبية مالتها من الزيد ترى لعبا لكم خمس سنين ست سنين يعني ممكن بثلتة شهر اربعة شهر يزيد شعبية جهاز ويخلي واحد يترك الايفون ويروح لاندرويد الحلو بالموضوع واللي الظاهر انتم لا تعرفوه اكو واي اناس منتا تترك الايفون وتروح تجرب الاندرويد بحلته الجديدة خلنا نقول من ناحية استقرار النظام والمواصفات ديباوع يقول عني وين شنت بحسب التسريبات الاخيرة واللي يعني متأكد انه هذي التسريبات بها نوع من الصحة اتمنى اكون غلط وياريت بس بنفس الوقت هذي التسريبات يتذكرني باسلوب ابل يتذكرني بانه يعني رأسا الدق براسي انه منطقي هذا حد شي شركة ابل ممكن نسوي هيد شي هذي التسريبات تقول بانه الايفون القادم الايفون 15 او بالاحرى خلني نخصص الموضوع على الايفون 15 برو يعني واحد اي اسم من الايفون الاعتيادية بس الايفون 15 برو القادم راح يكون جهاز ما بيذيش التغييرات الكبيرة شنو التغييرات اللي راح يصير ينحط لكم تايب سي واللي هو راح بالمؤتمر المتأكد راح يخصصون ثلث ساعة بالموضوع انه هذا تايب سي وبنفس الوقت راح يصير بعض التغييرات الخفيفة بما يخص المعالج بحيث يصير كفاة افضل من ناحية استهلاك البطارية وانت اذا تجي تباوى على الايفون الحالي راح تلقى هو اساسا المعالج اللي موجود هو معالج كفوق في استهلاك البطارية فاذا التغيير حلو والاداء نحو الافضل هذا في الشي اوكي بس هل هذا الاداء هو محسوس هل انت راح تشوف هذا الاداء على ارض الواقع يعني هما ما مزيدين البطارية كسعة على مد انت راح تشوف بدل ما كان يمشيني يوم راح يمشيني يوم ونصف مثلاً ومن ضمن هذه التسريبات واللي صراحة نرفزني هو انه راح يبقى حساس الكاميرا اللي موجود على الايفون 14 برو ما راح يدغيير لا حساس الواحد انج ولا راح يجفت شي مختلف ولا هالتفاصيل هذا هو نفس الـ 48 ميجابيكسل ورح يضيفون عدسة بيرسكوب اللي هي هاي مات تقريب على ما يجبون القمر هاي الجديد انه طالعت انه قمر احنا اربعاشين ساعة قاعدين مقابلين القمر وانطق طق بي بالاضافة الى انه تسريبات تقول الشاشة البانل ونوعها هي نفس الشاشة اللي موجودة حالياً على الـ 14 برو ماكس ماكو تغيير ماكو فتش ممكن يكون حوافي شوية انحف يعني بحسب التسريبات الاخيرة اللي نزلتها في فيديو السابق بس هي نفس البانل لان نيتس راح تكون اعلى ولا اكفت شي مبهر هاي النوتش الجديدة الـ dynamic island هي نفسها واللي اكو هاي ناس صراحة يعني يحبوها ماكو اعتراض على هذا الشي بس القصد من اللي اريد اوصله من كلامي انه الـ 14 برو لما نزل خلي نقول ننطي مبرر انه مو لاك الفرق عن الـ 13 برو اوكي اموره تمام شوية تعديلات بسيطة بس انت على سنتيم متتالية تخلي تعديلات بسيطة يعني هذا المعالج الجديد اللي راح ينزل معالج هو المفروض 3 نانو متر فرح يكون استهلاك للبطارية يكون اقتصادي اكثر بس بنفس الوقت ما راح يفرق هواية بالاداء هذا في تشي لاحظناه حتى ما بين نسخة الـ 14 برو ماكس والـ 13 برو ماكس مذاقي الاداء الفرق وبن ناحية الالعاب طبعا ولا راح يفرق الموضوع انت ما راح تحس كمستخدم اعتيادي بهذا الشي الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت LPDDR5 اوكي تشي ممتاز الرام احنا نحتاجها حتى نتنقل ما بين التطبيقات او نبقي التطبيقات شغالة في الخلفية ما عرف شنو اللي اقوله صراحة مثل ما قلت لكم بالبداية انا حبيت هذا الفيديو يكون بس مجرد السوال في بيناتكم ما اريد به ناس اكيد اكواشرات راح تفوتني اقولها هسا ورا ما خلص يجوز الكاميرا ومن قعدها منتج راح يجي بالي مفروض اسوال فيه بس متأكد كل هذه السوالة راح تكون عبارة عن عتب ولوم لشركة ابل انه كافي كافي يعني لازم يطورون لازم يسومون فاتشي واني كمستخدم صراحة ومحب لي هذه العلامة التجارية ما اريد الشركة تروح نحو اللي صار ويا نوكيا على سبيل المثال او شركات اخرى او مثلا خلنا نقول يعني اما اريد اقارنها بسوني بس على اقل سوني هي يعني مو مثل ابل اكيد جهزة ابل هي اكثر استخداما من سوني فهذا عتب لشركة ابل شاركوني برايكم بالتعليقات اتمنى هذا الشي حاولوا تكتبوا لي شنو اللي تشوفو جات نظركم اذا فعلا صحة التسريبات هذه واتضح انه الايفون القادم وايفون ما بي ذاك التغيير اللي يسوى الواحد انه يفكر بي او خلنا نقول يسوى الواحد يدغاض عن الاندرويد يدعلم ويفكر ياخذ هذا الجهاز يعني واحد معهم شو اتمنى انه اقول خلنا نتفصل الايفون سمعت انه الايفون 15 رح يجي بمنفذ type c ومن هالتفاصيل هذي قلت احتاجها من الصناعة المحتوى لانه اوكيد تصوير الفيديو على الايفون تمام بس هسه باوعت لا لا ليش قعد ادفع فلوس كرومة خصوصا انه لما رح ينزل عندنا بالعراق حيكون اغلى من السعر الرسمي ليش قعد ادفع فلوس على الجهاز عادي عندي كاميرا احترافية وقعد اصور بيها ما يسوى الموضوع فشاركوني برايكم بالتعليقات اتمنى انه هذا الفيديو عجبكم شوية ما بي ناس عذرون يا خاف منا منا تلكوا من التفاصيل هذي ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم